ويدت خطوة الحكومة المصرية بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق حلايب البحر الأحمر الخاضع لسيادة السودانية ردود فعل واسعة من الشعب السوداني والسنكار لها باعتبارها انتهاكا لحقوق وسيادة السودان وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت على موقعها الرسمي فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مربعات 789 الواقعة داخل حلايب على البحر الأحمر والتي تخضع لسيادة السودانية مغارنة بسنوات لعقود ماضية أصهرت الحكومة المصرية حاليا في منطقة مثلث حلايب وشلاتين اهتماما ونشاطا واضحا للتنمية ذلك بإقامة العديد من مشروعات البنى التحتية من طرق وموانئ ومستشفيات وخدمات أخرى ولا يختلف اثنان في أن الاستراتيجية التي يتعامل بها السودان تجاه ملف قضية حلايب إنما هي استراتيجية تتسم بالهدوء أكثر من الذي تتحمله أبعاد ومآلات الأوضاع في المنطقة فحسابات حسن الجوار لا يمكن بأي حال من الأحوال التضغى على حسابات السيادة الوطنية وهي التي تشير إلى ضرورة السيطرة على أراضي الدولة ومن المعروف أن السودان ظل ومنذ أكثر من خمسين عاما يؤكد حقوقه الثابتة على مثلث حلايب من خلال مزكرات راتبة لمجلس الأمن يعترض فيها على انتهاك سيادته من الجانب المصري بالعديد من الممارسات التي تهدف لتمصير المنطقة بصورة مستمرة إيزاء الرفض المتواصل للحكومة المصرية لأي تفاوض أو تحكيم من قبل الجهات ذات الاختصاص في مسائل التحكيم الدولي ويعزز الرئيس المصري كل ذلك بزيارة رسمية إلى منطقة حلايب مؤخرا يرسل عبرها رسائل واضحة المعالم والأبعاد وهي تفسر حالة استشرافية لمصر بأنها باقية ولا سبيل للمعالجات فيما تعرف بمنهجية فرض الأمر الواقع في مظانها أنها بهذه المنهجية ربما تكسب النزاعة في مقبل الأيام مستفيدة من تكتيكات الحكومة السودانية التي لم تشهد أي تغيير منهجي يخدم الفكر الاستراتيجي للقضية وأبعاده المستقبلية لرسم خارطة طريق تنهي من خلالها الأزمة لصالح السيادة الوطنية السودانية منطق ظلت تتوارثه الحكومات السودانية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ عشرات السنين ومن هذا المنظر واليوم تزيل الرئاسة المصرية القناعة بزيارة لأعلى جهة سيادية في الدولة مشيرة إلى أنه ليست هناك مصالح فوق السيادة الوطنية ومن أبعاد كل هذه الممارسات المصرية تجاه مثلث حلايب هو يختزال القضية وتغزيمها لدى الجانب السوداني حتى تضمحل الثوابت الأساسية للفكرة مستخدمة في ذلك أدوات السياسة الجغرافية خاصة فيما يخص ديمقرافية المنطقة في ظل اعتماد السودان على المنظمات الدولية المختصة التي من طبيعتها تكييف القضايا الدولية بما يخدم القضايا الدول النافذة ذات الارتباط الوثيق بأي من الدول أحول الإقليم لتأتي في نهاية المطاف توازنات القوى الإقليمية والدولية التي ربما تدعم الدولة المصرية وعندها ستكون المتارس والعقبات كبيرة ويصعب على الجانب السوداني التعامل معها بهذه المنهجية الهرمة خير المتجددة اشتركوا في القناة